شكراً وشكراً خاصةً للاريندرا لجمعنا هنا في هذا الحدث أعتقد بأنه من المهم أن نتذكر بأننا أطلقنا الشراكة للبنية التحتية العام الماضي ومنذ ذلك الوقت فطبعاً شاركنا في الاستثمار من أجل البنية التحتية وكما قال إيمانيوال ماكرون فإن هذه المبادرات والنشاطات التي نتحدث عنها اليوم هي طبعاً قد وضعت لا أود التكرار مرة أخرى وربما أقول فقط إن علينا أن نكون ناشطين لنضمن حدوثها وتطبيقها وأيضاً لنعمل على المؤسسات التي يمكن أن تعمل مثلاً فيما يخص التمويل وطبعاً هذا مهم جداً من أجل عمل البنك الدولي لينجح وألمانيا طبعاً ستشارك حوالي 300 مليون دولار وطبعاً هذا أحد الأمور من نشاطاتنا اليوم وأيضاً سنحاول العمل مع إفريقيا وطبعاً سنجتمع في برلين في نوفمبر كعلامة لطبعاً تنمية الاقتصادات وكل الأمور التي نعمل عليها هنا ترجمة نانسي قنقر